السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله إخواني واخواتي المشاهدين استكمالا في رحلتنا في تعلم كيفية تصميم ناضحة سحاب اليوم وصلنا للجزء الرابع وهو كيف عمل السويب والبروفايل في الربت تذكيرا بالمشروع اللي احنا اشتغلنا عليه هو مشروع ناضحة سحاب خلصنا الماس وعملنا الموديل تاملا بعدين عملنا اللي هو الكيرتين سيستم بانل الزجاجية بالطريقة نفسها اليوم رح نتعلم كيف نعمل الستيل استركشور اللي بالزوايا الاربعة عن طريق السويب والبروفايل السويب والبروفايل هي أداة موجودة في عديد من البرامج ثلاثية الأبعاد كثري دي ماكس والربت والاوتوكاد وكذلك سكيتشاب ولكن طريقة استخدامها تختلف من برنامج الى اخر يمكن السويب في الثري دي ماكس قريب من الريفت ولكن يختلف عن طريقة عمل بروفايل ويكون في فاميلي بروفايل السويب عادة هو عبارة عن انه في عندك مثلا خط طولي زي اللي في المبنى بالشكل هذا وهتعمل عليه بروفايل معين في عدد بروفايل في البروفايل يو شيب في بروفايل الالشيب في بروفايل الاي شيب وفي انواع كثيرة من البروفايل وكيف انه حنا نطبق هذا البروفايل على خط احنا نختاره فهذا راح نتعلمه يعني احنا عندنا الان السويب لازم معه بروفايل اي سويب يحتاج البروفايل خلينا نروح للريفت انا قردي عملت وانسويب في المشروع اللي احنا اشتغلنا عليه اللي هو عملنا وصلنا الى الكيرتن سيستن بانل انا ما كملت البانل ولكن عملنا سويا البانل هذا وان شاء الله راح الان نعمل السويب اللي انا عملته الطريقة بسيطة جدا كيف نعمل السويب مثل هذا السويب اولا خليني احاوله بس للشيدد واختار كيف الاختيار السويب عشان تعمل السويب لازم تعمل حاجة اسمها جينيريك موديل جينيريك موديل هذا هو يسمونه يعني موديل ما هو موجود في القائمة في الريفت فعن طريق الاركيتكترال تروح للكمبوننت تقول موديل ان بلايس تطلع القائمة هذه تختار منها الجينيريك موديلز وتضغط اوكي وتسميها بروفايل او ستيل بروفايل بعدين اوكي يطلع لك قائمة اللي هي قائمة تشابه قائمة الماسنج فان تقول انا هعمل سويب يتحدد السويب وفي نوعين من السويب يعني انك تسوي باث سكتش باث ترسم باث معين او انك تقول والله لا انا باخذ باث موجود في الموديل التابعي فتعمل بيك باث وتختار الباث اللي احنا عملنا نفسه تحدد هو يحدد من نفسه يعمل سناب ويحدد هذا الباث تكمل الى حد انه ينتهي الباث هذه هي نهاية الباث بعدين تقول اوكي انا حددت الباث الخطوة الثانية وهي انك تقول لا الان بك البروفايل هذه هي البروفايل موجودة اذا ما هي موجودة عندك تعمل لود وتروح للبروفايلز وتحدد فريمينج ستيل وتختار اي بروفايل انا بختار ال اليو شيب الي هو موجود عندي فان اختار يو شيب الان هو احددها هذه موجودة ولكن شكله مقلوب فانا ممكن اعمله روتيت تسعين درجة كذلك روتيت اخر خمسة واربين درجة الان عندي السويب جاي في النص ممكن اني اسحب السويب قليلا عشان يكون ما اخذ شكل الشيب والزجاج وبعدين لما خلص اقول اوكي يطلع عندي شكل السويب المعمول اذا انت ساتسفايد خلاص تضغط اوكي حدد السويب الي انت احتجت الان عندك الان عندك steel structure معمول على السويب يضم زجاج كstructure زي ما هو معمول في التسعين تكرر الخطوة هذه حتى تنتهي من عمل كافة السويب الأربعة وكذا يكون جاهز عندك اعتقد ان السويب جدا موضوع بسيط ممكن احنا بس نستغل الوقت بما انه في وقت كافي اننا نعمل بلاطات البلاطات سبقوا احنا عملناها في الدرس الاول للربت واللي هو المتحف لكن ما في مانع اننا نعملها مرة اخرى عن طريق الماسنج floor وبعدين create floors لكن قبل ما نعمل هذي لازم نحدد الماس اللي احنا بنشتغل عليه ونقول massing floor ونحدد من الدور الأول ونضغط shift وبعدين الى الدور الأخير ونضغط وحتى تظهر الماس بشكلها الكامل الآن نعيد الخطوة اللي احنا سوناها قبل قليل وهي mass floor create floor select multiple وترجع الموديل شوي عشان تاخذ جميع الفلور الموجودة ونضغط وبعدين اختار انا ما ابغى اخر 400 اعمل لها duplicate واخليها 200 اوكي واعمل edit وبعدين اختار point two sorry وبعدين اقول لها create floors الآن عمل عندي جميع الفلور باقي بس انه اعمل create roof باقي بس الروف اختار الروف واخلي 300 واحدد الروف وقول لها create roof الآن تقريبا المبنى جاهز اذا احنا نبغى نخفي الماس نروح عن طريق الماس ونقول uncheck الماس apply اوكي والآن تختف الماس اصبح عندنا الآن المبنى تقريبا شبه جاهز انا ما كملت الكيرتين سيستم بس شفت ارظن انتم كملتوها على الباقي انا بس عملتها فوق وتحت عشان تشوف شكلو tratان وقالت الخmate في حال انه واجهتكم اي مشاكل او صعوبة يريد تتواصلوا معي عن طريق الكومنس او عن طريق التويتر او عن طريق الايميل واذا حاز على رضاكم اتمنى عمل لايك وسبسكرايب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته